بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نبدأ في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى بالتعرف على أنواع السقط الظاهر ونبدأ بالنوع الأول من أنواع السقط الظاهر وهو المعلق نبدأ بتعريفه باللغة ثم تعريفه إصطلاحا لغة قال العلماء بتعريفه هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء أي ربطه به وجعله معلقا وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه الجهة العليا المتصل منها هي جهة الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم وانقطاعه من الجهة الدنيا هي جهة شيخ المصنف للكتاب اصطلاحا اصطلاحا قال العلماء في تعريفه ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي إذن حذف في بداية السند لراو واحد أو أكثر على التوالي مبدأ الإسناد هو أول السند وسمي بمبدأ الإسناد لأننا نبدأ قراءة الحديث به من صور الحديث المعلق أن يحذف جميع السند ثم يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صوره أيضا أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي هذه من صور المعلق مثال على الحديث المعلق ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ قال البخاري وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه فهذا الحديث حديث معلق لأن الإمام البخاري رحمه الله حذف جميع إسناد هذا الحديث باستثناء الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حكم الحديث المعلق أجمع العلماء على أن الحديث المعلق حديث مردود المعلق حديث مردود لماذا المعلق مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو شرط اتصال السند لأن السند غير متصل لأنه حذف من بداية السند راون أو أكثر فالسند أصبح غير متصل يضاف إلى ذلك أيضا عدم علمنا بحال المحذوف هل هو ثقة أو غير ثقة لكن هل هذا الحكم عام في جميع المعلقات قال العلماء هذا الحكم أن المعلق مردود هو حكم مطلق للحديث المعلق بشكل عام لكن إن وجد المعلق في كتاب التزم صاحبه الصحة فيه كالصحيحين مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم فيصبح للمعلق حكم خاص ما هو هذا الحكم قالوا أولا إذا ذكر التعليق بصيغة الجزم إذا ذكر التعليق بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى قالوا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه النوع الثاني أو القسم الثاني ما ذكر التعليق فيه بصيغة التمريض كقيل ذكر حكي فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه بل فيه الصحيح والحسن والضعيف لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح وطريق معرفة الصحيح من غيره هي بالبحث عن إسناد الحديث والحكم عليه بما يليق بحاله هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم